إذن حديث القاهرة وحديث القاهرة يجب أن يكون طول الوقت ساخنا هادرا حول ما يعرف بتغيير المناخ يباني حكيت كلمة تغيير المناخ دي على اعتباره كأنها حاجة نخبوية كده وناس دمخة يعني متفرغة لحاجات مش بتاعة واقع يعني عايزين ناس تاكل عايزين ناس تعيشوا حاجة كده بل لو وجع علب وتغيير المناخ ايه الحقيقة يعني تغيير المناخ ده بيهددنا وبيهدد أكل عاشنا كلنا غير صحيطنا كمان ازاي يعني أنا هقولك على سبيل الحصر بعض من الأمور التي تمس يعني صدرك ومعدتك في آن واحد في مصر نتيجة تغيير المناخ لكن خليني أروح الأول إلى قصة عجيبة جدا قصة موتستونج زعيم الصين العظيم طبعا هو عظيم وفيه ناس بتبع عظيمة بأخطأها وبجرائمها كمان يعني يعني لما أقول إنه شخصية عظيمة لا معنى ذلك أنني أنفي عن عن هذه الشخصية جرائمها العظيمة فهو عظيم حين أضاف وعظيم حين أخطأ طيب موتستونج سنة 1958 وزعيم الصيني بقى اللي بيشيل الصين من وحلة التخلف وحلة التخلف على وحلة التخلف لأنها كمان كتوحلة الأفيون حرب الأفيون الشهيرة المهم سنة 1958 قال لك بقى نعمل الخطوة العظيمة الأولى في التقدم اللي هي نتخلص من أعداء الصين الأربعة مين أعداء الصين الأربعة يا جماعة؟ أعداء الصين الأربعة هم الفئران والزباب والبعوض وعصفير الحقل هم دولة اللي بيحولوا دون الخطوة العظيمة للتقدم الصين يعني الصين اللي احنا شايفينها دي قامت على إنها وجهة أربع عداء الزباب والبعوض والفئران وعصفير الحقل وبدأت حرب مدوية من الشعب للعداء الأربعة دولة وخد بالك إحنا قصاد زعيم صيني قال عليه يعني بعض من القيادات اللي كانوا حواليه يعني ووصفوه بإنه نحن نؤمن بالرئيس ماوتستونج حد الخرافة ومعجبون به حد العمى يعني من الآخر ماوتستونج برضو كان حاجة لطيفة جدا يعمل أي يعمل حاجات إجراءات وقراراته فتطلع غلط فيقول لك هذي مجرد خطأنا الحدي عشر هذا مجرد خطأنا التاسع عشر يعني اللي هو ما هو لازم نغلط المهم إنه بدأت حرب عوان ضد الزباب والبعوض والفئران وعصفير الحقل وما كانوا متهمين عصفير الحقل أن العصفور بياكل ربع كيلو حبوب من الشجر ومن المحاصيل فلو قتلنا أربع عصفير نوفر كيلو نأكل بفلاح فبدأ الحرب للعصفير مدوية إزاي بقى قتلها صدها وقد يدوا مكافئات لللي استاد عصفير ويقتل عصفير أكتر حرقها الدخان لمطردتها معنى معركة رهيبة العدو فيها العصفور ونجحوا الصين طبعا كانوا 800 مليون أيامين ناجحوا في إفناء كائن إسم العصفور في الصين لا يوجد في سماء الصين عصفورة واحدة الصين دي قارة تقريبا وبدأ 800 مليون بشر أياميه ده ده قرابة 32 مليار لكن ما فيش عصفورة ما فيش سيسيسيسي 17 في الصين نجح فوق الأبهار سنة 62 لا قبل كده بشوية وانفجرت مجاعة كبرى في الصين مجاعة مروعة مات فيها 45 مليون صيني عشان العصفير عشان قتلوا العصفير تصور لما لعبوا في الميزان الكوني ازاي في التوازن الكوني ده العصفير بتاكل حبوب لكن بتاكل حشرات الحقول اللي بتفسد الزرع وبتفسد التقاوي وبتفسد الظهور التلقيح فكل ما قتلوا عصفير كل موسم يقتلوا في عصفير سنة قتلوا مليارات العصفير قتلوا مليارات البعض بكلم على مليار عصفور البعض بكلم فيه ارقام كتير بقى بس يعني ما ظنيش انه عد العصفير دقيق الى حد الاعتماد على رقم بعينه دون اخر انما افناء عصفير مفيش عصفير عصفير لا يكن فانتهى الى ايه الى مجاعة انه اكل وطعام وغذاء لا يكن مفيش يجيبوا من ايه المحاصيل كلها اتدمرت والزراعة كلها اتدمرت عشان غابت العصفير عارفين بقى بدأت مشكلة بقى اول ما ادركوا الحكاية دي بدأوا يستوردوا عصفير ويجيبوا عصفير من خارج الصين ويربوا عصفير ويدوا مكفاءات للي يربي عصفير ويعدوا العصفير ويشتغلوا على تكاثر العصفير عشان تعودوا العصفير مرة اخرى واستوردوا على الفكرة وجابوا ملايين العصفير وبدأ كمان ايه يجيبوا انواع معينة من العصفير يمكن العصفير دي المهم انه عادت العصفير مرة اخرى الى الصين فانقذتها من المجاعة ده اول درس وعنوان كبير فيما يخص تغيير المناخ اللعبة مع الطبيعة بيجي على دماغك انت كانسان وبا وده بقى الشيء الغريب جدا المزهل والمزعج والمؤسف انه فيه كتير جدا في العالم مش مؤمنين بفكرة تغيير المناخ وان المناخ بيتغير ونحنا اللي بنعمله في صناعتنا وفي حياتنا وكمرساتنا اليومية بتفسد المناخ بتغير المناخ بتغير البيئة بتغير الميزان الكوني كله فينتهي على دماغنا الحكاية دي مثلا انت عندك ترامب لا يؤمن بتغيير المناخ هو وجماعة اليمين الامريكي كتير جدا شايفين ايه دي اجزوبة يصنع اليسار تفهمش ايش معنى اليسار يعني لكن عمومة وانه مش مؤمنين باي علم او علوم او دراسات او كاديميات تحدثت عن تغيير المناخ في العالم يا جماعة طب المحيط او القب الشمالي اللي بيتفك ده وبيذوب لا ولا اهتمام اطلاق درجة انه اول قرار كان ينخذوا ترامب هو الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ اتفاقية باريس للمناخ سنة 2015 دول العالم كلها قررت انها تعمل اتفاقية لتغير المناخ عشان تلزم بلاد العالم وحكومات العالم بقرارات بيئية والتزامات لا علاقة بالبيئة وبالطبيعة بحيث ان احنا ننقذ امنا الارض الطبيعة من هذا التغير اللي بيؤدي الى تلوث اللي بيؤدي الى اختلال اه ام بيئي هائل في العالم يؤدي الى الامراض وإلى يعني انهيارات كثيرة جدا سواء على المستوى الاقتصادي او الصحي البيئي كل شيء اول حاجة عملها ترامب انه نسحب من اتفاقية المناخ الليها لسه طازة 2015 وهو يعني ده لسه كان جاي 2016 ما نحيتش حد يعمل اي حاجة يعني واول حاجة عملها بايدن لما رجع انه ماضى العودة الى اتفاقية المناخ ومرة اخرى امريكا تنضم الى اللي بيحترموا انه فيه كارسة اسمها اللي بنعمله اه في حياتنا فمنغير فيها الطبيعة ومنغير فيها المناخ طبعا من ضمن المعنيين جدا من موضوع تغيير المناخ هو بيل جيتس الملياردير اللي في شهير واللي كتم مقال مؤخرا في 22 يناير 2021 اه وبيحذر فيه من خطر اه المناخ وتغيير المناخ وبيقول انه هو نفسه بدأ يحس بهذا الخطر لما لقى وهو بيشتغل بقى في اه يعني اعمال وسفريات خصوصا نعمل جمعيات كثيرة يعني للتنمية البشرية وليخدمة الانسانية وما الى ذلك فاكتشف وهو كاتب ده كاتب انه تجنب كارثة مناخية المناخ ومشكلته لما لقى انه في مليار مواطن في العالم بيعيشوا بدون كهرباء ونصفهم يعيشون في افريقيا جنوب الصحراء فكتب المقال ده وبيقول لنا تغير المناخ 31% بسبب الصناعة بالزاية الحديد والاسمنت والبلاستيك 27% طبعا اهنا عندنا حديد وعندنا اسمنت في مصر مصانع حديد واسمنت وبلاستيك ترجمة نانسي قنقر